الله الرحمن الرحيم طلبتي الأفاضل اليوم نلتقي مع الدرس الثالث عشر في نحو الصف السادس وهو بعنوان أدوات الشرط واستعمالي شوفوا أمثلة الدرس الأمثلة إن تذاكر تنجح من يعمل خيرا يجد خيرا إذا صدقت نجوت من خلال هذه الأمثلة الثلاث نرى أن هناك أدوات باللون الأحمر وهي إن ومن وإذا إن ومن وإذا وهذه الأدوات تدخل على الجمل الفعلية وتؤثر في فعلين لهم فعل الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط نلاحظ التوضيح تأمل المثال الأول تجد أن النجاح لا يتحقق إلا بالمذاقرة أي أن مضمون الجملة الأولى شرط في حصول مضمون الجملة الثانية والذي دل على ذلك هو الأداء لذلك نسميها أداة شرط ويسمى الفعل الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط أي لا يتحقق الجواب إلا بتحقق المذاقرة لا يتحقق النجاح إلا بالمذاقرة الشيء لربط هذين الفعلين أو الجملتين هي الأداء إن ولهذا سميت بأداء شرط تربط الجملة الأولى بالثانية فلا تتحقق الثانية إلا بحدوث الأولى نسمي الفعل الأول تذاكر فعل الشرط وفعل الجملة الثانية تنجح جواب الشرط يتكون القاعدة يتكون اسلوب الشرط من أداة شرط وفعل الشرط وجواب الشرط حسب الرسمة الموجودة أمامي اسلوب الشرط يتكون من أداة وفعل وجواب أداة شرط فعل شرط جواب شرط لماذا سمي بالشرط؟ لأن لا يتعق بالنجاح إلا بشرط حدوث الفعل الأول أداة الشرط تربط بين الجمال الفعل الأول نسميه فعل الشرط والثاني جواب الشرط والأدوات منها إن ومن وإذا ولكن هي كثيرة ناخذها بإذن الله في المرحل القادمة نرجع إلى المثال الثاني من يعمل خيرا يجد خيرا متى يجد الإنسان خيرا عندما يعمل خيرا إذن لا يتحقق وجود الخير إلا بعمل الخير المسبق له إذا صدقت نجوت متى تتحقق النجاح عندما يكون الإنسان صادق في حياته إذن كلمة إذا ربطت بين هذين الفعلين أو الجملتين فالجملة الثانية لهي جواب الشرط لا تتحقق إلا بوجود فعل الشرط شوفوا تمرين على هذا الدرس سن واحد بين أداة الشرط وفعل الشرط وجوابه عندنا أربع أسئلة أو أربع تمرين إن يتحد العرب يرتفع شعناهم إذا نجحت التلميذة فرحت الأسرة إذا زرت حقول النفط وجدت منابع الثروة من يحافظ على النظافة يسلم من الأمراض هذه الجمل الأربعة نرسم جدول فيه الخانة الأولى أداة الشرط والخانة الثانية فعل الشرط الخانة الثالثة جواب الشرط ناخد مثال إن طبعا إن من أدوات الشرط نحطها في الخانة الأولى ويتحد هذا الفعل الأول الملاسق للأداء دائما هو فعل الشرط أين جواب الشرط؟ لجب أن يكون فعل إذن هو كلمة يرتفع يبقى الثلاثة المطلوبات الإن ويتحد ويرتفع وباقي التمرين واجب بإذن الله إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله